خالد القهطاني في قائمة كانت لأقوى الأنديس في الدوري دوري الأمير محمد بن سلمان من ناحية الهجومية خلينا نتكلم عن الدور الأول من ناحية الفنية تفضل خالد الآن أقرالك إياها طبعاً الأقوى هجومية الهلال بعدين الأهلي بعدين التعاون بعدين النصر بعدين أبهى بعدين الرائد صحيح؟ أعتقد ببدر فيه قاب كبير في الإمكانيات الهجومية بين الهلال وبين أقرب منافسينها مع أن الهيال مر بشهر جداً صعب أعتقد أنه شهر يناير الهيال في ظرف 25 يوم لعب سبع مباريات أقل من أربع أيام ما بين كل مباراة ومباراة مع ذلك ومن قبل أن يبدأ هذا الموسم رازفان نوشيسكو كان مدرب ذكي جداً في تدوير لاعبية حتى من قبل ما يبدأ الموسم وحتى من قبل ما يدخل في معمعة البطل الأسيوية كان يدور ما بين لاعبية والناس تعتقد أنها بغير مناسبة خصوصاً في التدوير على صعيد قلبي الدفاع هو كان مستوعب تماماً أنه يجب أن يكون لديه 23 لاعب جاهز لأن يكمل باقي هذا الموسم أعتقد أنه الإمكانية الهيال هي التي صنعت له الفارق لما يوصل إلى 42 قول في الدور الأول وهو ما بعد انتهى إلى الآن هذا معدل جداً مرتفع تتكلم عن معدل ممكن يكون تاريخي لو ينتهى الموسم والهيال المستمر بهذه الموتيرة غير ذلك ترى الهيال يملك اليوم أكثر من لاعب ينافس على هداف الدوري يتكلم في القائمة اليوم كارلوس إدواردو وقوميز في صدار الترتيب والكابتن صالح الشهري وسالم الدوسيا وحتى سبيستيان جيوفينكو لكن على فكرة وبدر في طاريه الممكن تكون في موجة غضب اليوم على رازفان لوشيسكو وللأمانة أنا ما أعتقد أنها منطقية خصوصاً بعد التأثر بعد الفيصلي رازفان اليوم لما ينهي يناير هو ينهي أصعب مرحلة بتمر عليه هذا الموسم ألا وهي مرحلة مبعد العودة من مشاركة في كاس العالم للأندية وبعد بطوة كاس الخليجي اللي أخذت فيها اللاعبين الهلال الأساسيين بالإضافة إلى مشاركته في دوري عبطال مو الهلال الحالة؟ مو الهلال الحالة دورت خليجي الأندية كلها؟ لا دورت الخليجي بودر كانوا لعب الهلاليين يعني كانوا هيرفي ريناردياعتمد على سبع إلى ست لاعبين الهلاليين بشكل أساس بس فيه لعب من أندية أخرى على الأقصد أنه فيه لعبين من أندية أخرى مو الهلال الحالة كان مشاركة الفارق الالهيال كان راجع من توكي وبدر وسافر على طول على البطولة الخليجية هنا نقطة للفارق اللي نتكلم عنها وبعد كذا رجع إلى بطولة كاس العالم الأندية فكان فيه إرهاق يستحيل أن يستحيل أن يتكرر طول الموسم وما يغلق هذا الشهر الصعب لو شهر يناير بخمس انتصارات وبتعادلين ويتأهل إلى نصف نهاية كاس الملك وهو في صدر الترتيب يعني أنه نجح حتى وإن كانت هناك نقاط يعتقد البعض منها في كف اليد وأهدرها الهلال إلا أنه نجح كان يعدي أصعب فترة في هذا الموسم بعد شهر يناير خالد خالد انت عارف المشكلة وين عند الهلاليين أنا أتفق مع كلامك صحيح بالمنطق وبالعقل وبلغة الأرقام انت كيف تقعد تتكلم على مدرب الهلال يعني النتائج الموجودة ما تتكلم فيها بس مشكلة جمهور الهلال يطالع الفترة هذه ويتذكر في الذاكرة القريبة طيب فيقولك لا احنا عنخش في نفس الضعضعة وتجي ظروف تتكالب ويطير الدوري هذه يعني اللي صار الموسم الماضي لازال في ذاكرتهم أعتقد لو كان الحدث هذا بعد سنتين ما رح تلاقي ردة فعل الهلاليين بنفس الطريقة هو تخوفه مني تنتهي الأمور بنفس النهاية اللي حدثت في الموسم الماضي خاصة على الجانب الفني يا أتكلم فضل أنا أتكلم من هنا بدر من الجانب المدير الرياضي أو من جانب المدرب كيف ممكن يفكر ويدير هذه الأزمة اللي هو كان مقبل عليها لو نرجع سنة وراء وبدر ما تكلم عن ذا السنة ورجع سنة وراء ونترخ نهاية العجم نتكلم عن الرازفان السنة الماضية بدأ عند الشاميازليك مع باوك اليوناني وانضغط بنفس الواصفات مع النادي باوك اليوناني ما غير مطالب أبداً حتى يتأهل يدهر المجموعات لكن نضغط في نفس الفترة رغم ذلك أنه الدوري وهو بطل الدوري بدون ولا خسارة لنادي ما حقق الدوري من 50 سنة وبعد ذلك حقق الكاس في 2019 حقق لقبين تاريخياً دوري يوناني بالإضافة إلى كاس دوري أبطال آسيا اليوم بعد ما يقفل شهر يناير ويفوز أو أن يتجاوز الشعب في المبارة القادمة ومبارة صعبة جداً يعتبر له الشهر شهر ناجح جداً مع أنه شاب فريق صعب بعد تغيير المدرب وفريق دباعي منظم لحنا نجلس أن يتكلم إذا افترضنا أنه تجاوز هذا الشهر فأنه يكون افترضنا أنه تجاوز وهو متصدر للدوري بالإضافة إلى كونه متأهل إلى نصف النهاية ولا تنتظر المبارة صعبة مع احترام التقدير في نادي أبهى في البطولة كاس الملك بالإضافة وبدل أنه دخول حتى فترة لاسيوية ما تعتبر مزعجة للهيال كثيراً لأنه حتى في أسبوع ظروفه يتأهل في الغالب في دور ما بعد دور المجموعات فالمعطيات كلها تشير إلى أن الهيال يسير بيرتم متصاعد عكس ما حنا نسمع اليوم طيب خلينا الآن احنا أخذنا الجانب الهجومي بتكلم أيضاً مع كابتن طارق كيال لكن خنروح الفاصل